بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزيزي المشتركين والمشاهدين تحية طيب بعد اخوكم جمال باطفار يحييكم في مقطع جديد مقطع التعلم مع الجمال طبعا راح اعقب على بعض الاسئلة وردتني بخصوص المقطع اللي شرحت فيه كيفية استخدام كباستر الاقلاع او التغويم والفادة وطريقة التوصيل مزيد طبعا نعيد ونكرر هذه يسمونها كباستر عمل او دوران مع الدنيا وهذا ايضا كباستر عمل او دوران هذا يسمى ستارتب كباستر كباستر اقلاع او تغويم هذا ايضا نفس الشي كباستر او مفتاح اقلاع او تغويم وهذا نفس الشي كباستر اقلاع او تغويم هذه الكباستر هذه للدوران والعمل تستمر اثناء عمل الضاقط او المحرك بشكل عام هذي تستمر اثناء عمل الضاقة تستمر في الخدمة نزين مغارنة مع هذوله اا والاتي او الذين يعني المهم انا ما نتكلم عربي الله يعيننا نزين ما يستمرون في الخدمة ليش انا ابغاء اتكلم في هذا الموضوع لانه الاخ هذا الاخ جي اتش السمير قال لكن الزيادة في قيمة كباستر تقويم يؤدي الى سخونة الملفات الداخلية لان القيمة اكثر من المسموع بها تستطيع استعمالها في فك القفشة فقط وتنزحها بعدين كلام خطأ زين وايضا راح اعقب على واحد ثاني دقيقة خلني اشوف هذا وينه هذا كلام خطأ واحد ثاني بعد نفس الشي دقيقة وان راح اعتقد انه هذا هذا او ليش كبرها نزين اللي هو هذا اللي هو محند 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 العطية ايوه محند العطية الحمد لله قال السلام السلام عليكم سيد جمال يجب ان تذكر بعد اذنك ان اذنك هذه العملية فغلت التشغيل مرة واحدة ولا يجب الاستمرار بوضع المكثف كونها ذات سلبية على ملف ستارت في المحرك كون زيادة المايكرو تزيد البولتية وتخفض الامبير وهذا المكثف يعمل زيادة في البولتية مما يسبب الحرارة في الملف سبب الحرارة في الملف في ازالة العوازل في الملف ويقل من عمر الافتراضي القطعة الصغيرة جدا مناسبة للحاية كونها ترحل التيار ثم تقطع بعد ثوانا وهي نفس قطعة الموجود في الضغط من التلاجع الذي يعزل يعني هو قصده ان يا اخواني الافضل انكم ما تتركون هذا الستارتاب كباستر اثناء مثلا بعد تشغيل الضغط والافضل انك تنزع وهذا كلام كل خطأ انا انصحكم انكم تخلون هذي الكباستر الاقلاع لانه هذي كباستر الاقلاع من وظيفتها فقط لازم ان تفهمون شي هذا من وظيفتها فقط انها المفروض تدخل الخدمة خلال اقل من جزء من ثاني وتفصل يعني تعرفون هذي هذي شو هي زين هذي اه مثل ما دري تسمونها انتم وشي المهم هذي طريقة عملها هذا في مفتاح داخل هني لتحصل مفتاح داخل نفس هذا نفس هذا المفتاح هذا المفتاح من وظيفته اللي هي هذا الحركة فقط اول ما يشتغل عندك الضغط يصير عندك كذا يعني هل في عندك هني تلامس لا يوجد اي تلامس ولكن بعد ما يفصل عندك الضغط يرجع التلامس يعني الحين بند عندك الكمبرسر الحين جاي انت شغل الكمبرسر بوجود هذا الكباستر الاقلاع مع وجود هذا المفتاح او موجود قطعة ثانية يسمونها السولونويد ما عندي الحين حاليا رح ارويكم اياه في المستقبل هذي مع هذي او هذا بروحه انزين يعمل بهالشكل اول ما يشتغل عندك الكمبرسر فقط هذي الشرارة هذي هذي شفتوا هذي هذي النقعة يسمونها النقعة هذي انزين هذي الشرارة هذي تساعد فقط على تشغيل الكمبرسر تساعد على تشغيل الضغط وبالتالي انزين رح يكون الكباستر هذا الاقلاع خارج الخدمة مقارنة مع هذا اللي نقول نحن ممكن يكون بهالشكل زين ممكن يكون بهالشكل يعني انت لو تحملها لو تعمل حسابه بهالشكل زين يكون بهالشكل هذا يعمل بهالطريقة يكون مستمر في الخدمة اما الكباستر هذا بوجود السويتش هذي المفاتيح او مثل ما تشوفون هذي لو افتح الكميان رح تشوفون ان فيه مفتاح نفس الشي فقط هذي النقعة هذي الشرارة تعطي دافع مثل البوش الكمبروسر تتركه تخليه بالحالة هو يستمر بالعمل وبالتالي هذي تكون خارج الخدمة افهمه هذه الكباسترات مع هذا يكون خارج الخدمة ولا يستمر اثناء عمل الضغط وبالتالي ما عندك اي اشكالية في ترك اه مكثفات الاقلاع تعمل او موجودة في المنظومة بالعكس رح تقلل لك من فقط فقط رح تقلل من امبير بدء التشغيل لان امبير بدء التشغيل احيانا يكون عالي اه لذلك هذي الكباستر تساعد او تدفع او تدفش او اه شو تسمونها ما ادري المصريين شو تسمونها اه افشه لا مو بأفشه تسمونها اه سمونها زأة زأة تزؤ تدفش او تدفع او او تعطي مثل الدقمة او الدبل للمحرك وبالتالي فقط هذه طريقتها في العمل وبالتالي وجودها في المنظومة ما رح يستمر اكثر من جزء من الثانية او اقل من الثانية ومنها رح تفصل تركها في المنظومة ما رح يضر اه انا اقل لك ما رح يضر لاني انا تركت اه مثل هذولا تقريبا كملا سنة معاي بالعكس ممكن رح يتقلل لك من استهلاك الكهرباء اثناء اه عمل الضغط لان عمل الضغط يحتاج الى اه كهرباء او امبير عالي فقط لتحريك الى الضغط ومنها هذه رح تعطي الدفعة المطلوبة للعمل بكل سهولة ارجو من الله العلي العظيم ان اكون قدفقت في اصال هذه المعلومة ونلتغي ان شاء الله معكم في مقاطع اخرى من تعلم مع الجمال اعتقد انها وصلت الفكرة من زين وما يحتاج اني اكرر كلامي بخصوص هالموضوع بقد تذكروا هذه الحركة هذه وظيفتها مع هذا المفتاح